النظام السياسي العراقي صيغ بطريقة بعد لألفين وثلاثة تتداخل فيه السلطات وتتداخل فيه صراحيات وبحيث أنه لا تبرز سلطة على أخرى أو جهة على أخرى بإمكانها قيادة الأمور أو تصحيح الأوضاع فلذلك راح تبقى الأوضاع بهذا الشكل بفوضى وتداخل وكل يلقي باللائمة على الطرف الآخر النظام السياسي صيغ بطريقة أنه يبقى العراق بلد يعني كله فوضى كله فوضى كإدارة كدولة كسلطة وماكو مظاهر دولة ديمقراطية حقيقية لماذا نحن دولة ديمقراطية؟ عدنا تجربة انتخابية عدنا تداول سلم للسلطة الديمقراطية لا تعني التداول السلم للسلطة فقط الديمقراطية هي ممارسات اليوم احنا الممارسات من 2003 لحد الآن صراحة يعني كثير من الأحيان اختفت الدولة وبرزت السلطة فقط وفي بعض الفترات فقدنا حتى السلطة السلطة والدولة وظلت تقود للبلد جهات ما نعرف اش نسميها الآن بدأت الدولة يعني تاخذ صورتها الحقيقية دولة لو سلطة دولة الآن بدأت تاخذ دورها ونشوف انه انه بعض المؤسسات موجودة محكمة اتحادية مظهر مهم من مظاهر الدولة الديمقراطية عندك قضاء يعني نوعا ما لا يزال هو المستقل هذا مظهر مهم من مظاهر الدولة الحكومة الآن اكو بعض الوزارات بدأت تدير وضحها بشكل افضل بكثير من السابق مثل الداخلية الآن الداخلية مسيطرة على يعني الوضع الامني الداخلي وبدأت الآن تدير الوضع الامن الشرطوي والامن الداخلي بمعنى ترى